هلزوا الحجة كل سنة وحضراتكم طيبين يوم الاتنين القادم بإذن الله ده الوقفة ويوم الثلاث أول أيام عيد الأطحى المبارك الأجازة الرسمية اللي الحكومة أعلنت عنها هي الوقفة واربع تيام العيد يعني نعد مع بعض الاتنين ده الوقفة تلات أربع خميس جمعة وطبعا احنا بنروح الشغل يوم الحد يبقى هنضيف معهم السبت قد كده ست ايام ومعنا احنا جمعة وسبت الاسبوع ده قده تمنت ايام بس في مشكلة هتقف في زورنا ايه هي المشكلة دي يوم الحد يوم الحد الجاي مش أجازة رسمية بس وده يفرق معنا كمصريين ده يفرق معنا كموظفين هنضرب أمه هناخد يوم الحد ده أجازة ليه علشان ما يحلاش الكلام إلا ان احنا لما نضم التسعة ايام كده مع بعض فأنت أمام شعب هابت تسعة ايام أجازة طبعا انا مش جاي حسدك ما انا من قلب الشعب ده بس انا كده كده شغال بالبلازمة لا شغال سبت وحد يعني لكن انا عايز اقول ايه ان انت وانت رايح والحكومة والدولة وعملين يكلموا على الانتاج وزيادة الصادرات وعملين يكلموا على تخفض الدين العام وتخفض الدين العام معنا انك تشتغل أكتر وتنتج أكتر انت رايح تيه بالتسعة ايام أجازة طيب مين اللي هياخد التسعة ايام أجازة عشان ما اظلمش حد جميع العاملين في الحكومة هديجي تقول لي بس انا موظف حكومة ومش هاخد يوم الحد انت هتبقى استثنى بس كله يا امر من يوم الخميس الساعة 12 الظهر دور على الطرق السريعة في مصر هتبقى كلها رجبة فوق بعضها اللي هو لأبيتن ليلتي ايه لتبيتن ليلتك ايه في دار ابن زهير ده اللي هيحصل اه ده اللي هيحصل في بلد طيب تعالى بقى بعد بعيدا عن القطاع الحكومي اللي هياخد الأجازة وهيهبد التسعة ايام هتلاقي مثلا محلات الفراخ واخد أجازة في الأيد محلات اللحمة بعد ما دبعت الجزار أول يومين عيد داربين أجازة كام اسبوعين تعالى انت فكر نفسك ان القاهري ملكش بلد زي حالات كده تسافر بيها وترجع بعد يومين ثلاثة تدور على خدرج فاتح مثلا مفيش خدرجية في السوق طب لقد در الله العربية الكويتش نام عايز تغير وتلحم كل محلات الكويتش والعربيات في مصر والورش أجازة طب أجازة ليه لمؤاخذة خلي بالك الأجازة دي أنا مستوع بالنهي عام يوم الوقفة ويومين عيد تلت يام عيد خلاص خليلها خلصة إنما أنا هعمل إيه بتسعة أيام والله ده سؤال أنا بسأل نفسي فيه يعني حال البلد هيقف في مصر أسبوعين كاملين هو الاسم الاسم وقفة واربع تيام الفعل أمشير الفعل أسبوعين أجازة إنتوا فاكرين أجازة العيد الصغير اللي فات والله ما حد رجع بعد أجازة العيد والبلد ظلت فاضية أسبوع الناس مش عايزة تشتغل إحنا شعب ما بيحبش الشغل إحنا عايزين نصهر طول الليل عالكافيه للساعة أربعة الفجر زي الفل ونصحب راحتنا ونروح الشغل براحتنا وبعدين نقول لك الله الفلوس مش بكافية طب الراجل اللي هو صاحب الورشة ولا الخضري ولا الراجل بتاع الإشاني والسراميك اللي بيشطب لك الشقة أدي دقني لو انت شفته قبل أسبوعين ثلاثة بعد العيد هو ضرب في جبل باكو وخلاص بقى مليونير دلوقتي وضرب السجارتين والليلة متعشية ورايح البلد يصرف يقعد يصرف يوم يقعد له كامل أسبوعين ثلاثة ياب ننزل شغلك يابنا أنا مش معترض أنت مسلم وده عيد وعيد مسلمين خد يوم الوقفة واربع تيام الأجازة أنا مش معترض الأجازة يعني بالمناسبة شرع الله العيد يوم شرع الله العيد يوم وعلشان اللي ما يعرفوش هبسطها لك أكتر انت عارف صيام 6 أيام البيض اللي هما في شوال انت ما بتصومش أول يوم العيد الفطر بتصوم تاني يوم لأن العيد عند المسلمين يومين يوم الفطر ويوم الأضحى بس وخلص احنا بقى على مدار قرون برضو شعوب عربية وإسلامية غويين نهبد الثلاث والاربع تيام والفتة ونتبح الخروف الصبح والكبدة والتقلية طب انت خلصت ده وصلت العيد وزورت إخواتك وعملت صلة الرحم ووزعت العيدية وعدت مع بوك ومك وعدت مع حماتك وفسحت المدام وصاحبك بتاع ابتداء لعبت معده ريندو مده بالليل على القاوة متاني يوم ترجع بقى طب انا عايزة ريح ماشي ريح يوم كمان انما تقعد اسبوعين يا مؤمن ده بيحصل في البلد دي البلد دي اللي هلتا بتقول انا عايز انتك فيها والدولار ليه ب 18 جنيه والصادرات ليه مش عارف بتتراجع رغم انها زادت 6 شهور لفاته 12% بس حركة الانتاج وانا ليه مش لقيش يوغل احنا مش عايزين نشتغل احنا كشعب احنا مش عايزين نشتغل احنا علينا ان احنا نواجه انفسنا بالحقيقة دي هاتلي شعب في العالم هيهبد اجازة اسبوعين هتقول لي اوام ضربتهم اسبوعين ما انا بشرح لك او وانا مش عايش معك في البلد ولا ايه يعني يا ما المرات اللي سافرت فيها البلد قعدت يومين رجعت ادور على اي حد فاتح بتاع خضار مخبز فكهة اي حاجة كوتش عربية كله قافل طب الجزار قافل ليه طب انت صهران يومين العيدة بحت الاضحية طب خد لك يومين اجازة انا بدي امثلها يعني مش شرط اللي لا واقف على الجزار عشان كده هتلاقي ستات البيوت في مصر بيعملوا اي بقى اليومين دول تحديدا بينزلوا الاسواق يشتروا بكميات خزين يقول لك اخزن لان انا بعد ما هرجع من الاجازة او لو انا قاعدة في البيت في العيد محدش هيفتح هقعد لي اسبوعين بالشكل ده مفيش الا الهايبر ماركت الكبير بقى اللي بيبقى فاتح بس هتلاقي البلد كلها فاضح وبعدين مش احنا عايشين مع بعض باسد الله نعاش لو كان لنا عمره وارجعنا الي اسبوع الجاي مش ده اسبوع العيد انا رجع لكم ان شاء الله انا طلع السبت والحد الجاي ان شاء الله وهرجع لكم السبت اللي بعد الجاي هتلاقي البلد لسه فاضح الناس مش عايزة ترجع طيب الحالة دي عبارة عن ايه دي اسمع ثقافة احنا ما عندي ناس ثقافة العمل في مصر يعني فكرة ان انا اشتغل اجتهد اجد اعمل اطور ده مش في ثقافتنا احنا ثقافتنا الاستسهال يبقى دخلك 1000-2000 جنيه وعايز تجيب الايفون ابو 20 باقو هو ده اللي في دماغك طب ازاي طب نسبة وتناسب طب اشتغل شغلانا بعد الدهر طب اجرأ على تاكسي طب اشتغل محاسب بعد الدور في اي شركة قطاع خاص اضرب لك باقوين ثلاثة هاتش عمل موبايل اللي انت عايزه ابدا بس انا قاعد اشتكي حظ العاسر وانه فلان ده ترقع علشان المدير ده يبقى جوز خلته والبت دي عشان مشيها بطال مش ده اللي احنا بنقعد نقوله على اهوي وقعدين عمالين نلعب انا مفيش اهوي بعدي فيها وانا كيف اهوي بس بروح بعد ما بخلص شغلي مش بسيب شغلي الا لما تلاقي لهوي بسم الله ماشاء الله الناس قاعدة لحد الفجر والدنيا مرحرحة وحلوة قاعد اسأل نفسي طب الناس دي هتصحى الصبح تروح شغلات ازاي لو تلاتة واربعة الفجر والناس قاعدة طب مفروض انت هتصحى مثلا ستة سبعة هيكفيك نوم ساعتين مثلا طب ما اكيد هتروح الشغل مبوز في وش المواطن اللي جايلك سواء انت حكومة او قطاع خاص احنا عايزين نافضة قوية عايزين قطاع خاص عايزين حد ينفض المجتمع ده ويعيد ثقافة العمل لينا مع الدلال ثقافة العمل طب هتلي بقى رئيس وزراء يجرؤ في مصر ويبقى رئيس وزراء ايه بقى يعني ما جابتوش ولادة يديك وقفة ويومين اجازة بس ما بيتشطرواش اللي على بتوع البنوك بس عشان حركة المال والاعمال ما ينفعش تتوقف كتير واكيد هيدلهم الاثنين وثلاثة واربع ويرجعوا خميس وممكن يكمل لهم الخميس بس هل يجي رئيس وزراء يجي يقرر قرار زي ده مفيش رئيس وزراء يعمل ده لسبب بسيط جد الحكومة نفسها طرحة فكرة ان الموظفين يشتغل اربعة ايام الحكومة نفسها طرحة فكرة معنى طرح الفكرة انا اه استوعب ان انت بتقلل الضغط على المرافق والكلام بس ده معنى بتدي رسالة ان كاين الشغل مش مهم يعني انت عمل تقرأ ان اليابانيين بيبوسوا ادوهم عشان ياخدوا اجازة بينما احنا في مصر بنبوس ادوهم عشان ينزلوا الشغل نحن لا نعمل نحن لا ننتج نحن في الوزن العام امام شعوب العالم لا الانتاج بتاعنا قلي مش جاي اناكد عليك استمتع باجازة قيابة كل سنة وانت طيب بس انت هابد اجازة كبيرة على الال استفيد بيها تستفيد بيها ازاي ربما في حلقات جاية هقولك عليها لكن اتمنى اتمنى يعني ان احنا نعيد نظر في مسألة ثقافة التشغيل اتمنى 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 ا